السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات هل جرقت يوماً أن تمتني عن الطعام لتساطاعش ساعة؟ إذا كنت من أولئك الذين لا يتحملون الجوع لساعتين متواصلتين فربما تظن أن الأمر صعب بالنسبة لك لكن ما ستسمعه مني الآن سيجعلك تنظر إلى الصيام من زاوية مختلفة تماماً تصور أن جسمك يمتلك آلية دفاعية داخلية مذهلة لكنها ببساطة تحتاج إلى زر التفعيل وهذا الزر هو الصيام ليس هذا فقط فحين تمتنع أنت عن الأكل لساعات طويلة يبدأ الالتهاب بالانخفاض ويتحسن توازن السكر في الدم وتصبح خلاياك أكثر حساسية للأنسولين وتبدأ رحلة الشفاء من الداخل سأخبرك باللحظة التي يتحول فيها جسمك من حالة التخزين إلى حالة الحرق وسأكشف لك لماذا تعتبر الساعة التاسعة عشر هي المنطقة الذهبية للصيام لكن حقيقة الصيام ليس نزهر وخاصة في البداية فنحن اعتدنا أن نأكل في أي وقت نشاء في العمل في الطريق أمام التلفاز والكمبيوتر وحتى وإن كنا لا نشعر بالجولة معظم الناس يقضون ما يقارب 16 ساعة يومياً في الأكل المستمر وجبات ونقرشات بينما يتركون لجسدهم سبعة أو ثمين ساعات فقط من الراحة وهي أثناء النوم والأمر لا يتوقف هنا فعندما تأكل باستمرار يبقى الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تخزين الطاقة يبقى مرتفعاً طوال اليوم ومع ارتفاعه يتلقى جسدك رسالة واضحة خزن الدهون لا تحرق الدهون ومع الوقت تصبح الخلايا أقل استجابة له فتدخل في حالة تسمى مقاومة الانسولين وهي في الواقع من أكثر الأسباب الخفية التي تمهد الطريق للإصابة بالأمراض المزمنة وحتى السرطان تصور أن مئات ملايين الأشخاص حول العالم مصابون بمقاومة الانسولين ومعظمهم لا يعرف بأنه مصاب لكن الجميل بالموضوع أن مقاومة الانسولين ليست حكماً نهائياً فالجسد يمكنه أن يستعيد توازنه من جديد وأحد أقوى وأبسط الطرق لتحقيق ذلك هو الصيام المتقطع ندأ رحلتنا داخل الجسد خطوة بخطوة ونراقب معاً ماذا يحدث ثماماً عندما تم تنع عن الأكل لمدة 19 ساعة متواصلة تبدأ القصة من آخر لقمة تناولها فور دخول الطعام إلى جسدك يرتفع سكر الدم فيستجيب البنكرياس بإفراز الانسولين فيتحرك هذا الهرمون كمفتاح يفتح للخلايا باب الطاقة خلايا جسمك تستخدم الجلوكوز القادم من الطعام كمصدر مباشر للوقود وتشعر بالشبع والنشاط وكل شيء يسير على ما يرام لكن بعد حوالي أربع إلى ست ساعات من وجبتك الأخيرة ابدأ مرحلة التحول الأولى عملية الهضم تكون قد قاربت على الانتهاء ومع ذلك لا يزال جسدك مشغولاً في معالجة ما دخل إليه في آخر وجبة قد تظن أنك جائع لكن الحقيقة أن معيدتك فقط أفرغت محتواها أما جسدك فما زال في مرحلة التغذية النشطة ماشي معي أنت خطوة بخطوة في هذه المرحلة النشويات والكربوهيدريت التي تتناولها تتحول إلى جلوكوز إلى سكر ومستويات الأنسولين لا تزال مرتفعة والجسم إما أن يستخدم الطاقة من تلك الوجبة أو يخزنها جانباً تحسباً للأيام القادمة الفرق هنا يعتمد على نمط حياتك إذا كنت تتحرك أو تمارس نشاطاً بدنياً فالجسم يستخدم تلك الطاقة بذكاء أما إذا كنت جالساً أو مسترخياً أمام شاشة التلفاز فستتحول تلك الطاقة الزائدة إلى دهون تخزن بهدوء تحت الجلد وفي الأحشاء لذلك حتى بعد مرور أربع إلى ست ساعات من تناول الطعام تكون أنت ما زلت بعيداً عن منطقة حرق الدهون لأن مفتاحها هو انخفاض الأنسولين لم يفتح بعد لكن خليك معي وركز هذه الصورة تبدأ بالتحول بعد مرور 8 إلى 12 ساعة من تناولك لآخر وجبة طعامية هنا ولأول مرة تنخفض مستويات السكر والإنسولين بالتدريج ويمنح الجسم إذناً بالانتقال من وضع التخزين إلى وضع الحرق فيتجه الجسم إلى مخزونه الداخلي المعروف باسم الكلايكوجين وهو السكر المخزن في العضلات والكبد لديك فيعمل الكبد على تفكيك هذا الكلايكوجين وإطلاقه في مجرى الدم ليزودك بالطاقة اللازمة للاستمرار لكن هذا المخزون من الكلايكوجين له نهاية فعندما يبدأ بالنفاذ يلتفت الجسم إلى مصدره الأكثر عمقاً والأكثر استدامة وهو مصدر الطاقة الحقيقي الدهون وهنا في هذه اللحظة وفي هذه الساعة يبدأ المرحلة الأكثر إثارة في رحلة الصيام وهي المرحلة التي يتبدل فيها نيزان الطاقة كلياً ويبدأ الجسد باستخدام الكنز المخزن منذ سنوات وهو الدهون ليحوله إلى وقود نقي يمنحك صفاء وقوة وحيوية غير متوقعة وهنا تحدث النقلة الكبرى تبدأ الخلايا بتفكيك الدهون المخزنة وتحويلها إلى جزيئات صغيرة تسمى الكيتونات هذه الكيتونات هي الوقود الجديد لجسدك وهو وقود أنظف وأهدأ وأكثر استقراراً خلاياك السليمة تتأقلم بسرعة وتفضل هذا النوع من الوقود الكيتونات أما الخلايا المريضة سواء السلطان أو أي مرض آخر فتنكمش طاقتها شيئاً فشيئاً لأنها لا تستطيع استخراج الطاقة من الدهون أو الكيتونات ولذلك فهي تعيش على السكر أو الكلوتامين فقط لتبقى بعد مرور 14 إلى 16 ساعة من الصيام ركز وشوف ماذا سيحدث يدخل الجسم في منطقة الحرق العميق لا يكتفي بحرق الدهون السطحية بل يبدأ باستهلاك المخزون القديم من الدهون والذي تراك معبر سنوات دون أن تنتبه له وفي خضم هذا التحول يطلق جسدك إشارة جديدة حان وقت التنظيف وهنا تفعل عملية الالتهام الذاتي وتفاجي فيبدأ بإزالة الخلايا الضعيفة والتالفة والمرضة ويبني مكانها خلايا قوية ونظيفة وهنا في هذه الساعة جسدك يعيش من طاقته الداخلية لا طعام لا سكر لا كاربوهايدريت فقط وقود نقي يتدفق من داخلك بدون أن تتناول أي طعم ولذلك يشعر عدد كبير من الأشخاص في هذه المرحلة يصفاء ذهني مدهش الدماغ يعشق شيء اسمه الكيتونات فهي تمنحه طاقة هادئة مستقرة في نفس الوقت وفي هذه الساعة ينخفض الأنسلين إلى أدنى مستوياته فيبدأ جسدك بإصلاح الخلل الذي صنعته سنوات من الإفراط للأكل وهنا تحدث إعادة الضبط الحقيقية لا يوجد ارتفاع مفاجئ في السكر ولا انهيار في الطاقة بل توازن بين الجسد والعقل ومع استمرارك في السيام حتى الساعة السابعة عشر أو التاسعة عشر يدخل جسدك مرحلته الذهبية شيء لا يصدق مرحلة الإصلاح العميق للخلايا وتجديد البنية من الداخل إنها القمة التي يسعى إليها كل من أراد أن يحمي نفسه من السرطان أو يتعافى منه والقمة التي يسعى إليها من أراد أن يشفى من الأمراض المزمنة وأمراض المناعة والسكري نوع ثاني ومقاومة الإنسولين ومن مشكلات ارتفاع الدهون والكوليسترول ومن مشكلات الغدية ومن الدهون الحشوية ودهون البطن والوزن الزائد تصور أنه في شهر رمضان المبارك وعند صيام الأيام البيض من كل شهر وصيام أيام الاثنين والخميس الصيام الإسلامي فإن الجينات المسؤولة عن الالتهام الذاتي وتفاجئ تبدأ نشاطها العميق بعد مرور سبعة عشرة ساعة إلى تسعة عشرة ساعة وفي تلك الساعات يبدأ الجسد بإصلاح ذاته بمعدل أعلى بأضعاف مضاعفة والأمر يبدأ من الوقاية من السرطان ويمتد ليشمل الدماغ والعضلات وكل أجهزة الجسد الخلايا العصبية تبدأ في التجدد العضلات تستجيب للإنسولين بكفاءة أعلى وتنخفض مؤشرات الالتهاب التي كانت تؤرق الجسد لسنوات طويلة إنه أمر مذهل فعلا لكن قد تقول الآن كل هذا رائع لكن تسعة عشرة ساعة لا أظن أنني أستطيع وهذا شعور طبيعي فمن اعتاد على تناول الطعام ليلا سيجد صعوبة في الصمود حتى العصر في اليوم التالي وقد يمر عليه جوع ودوخة وتفكير دائم بالطعام لكن صدقني هي مرحلة مؤقتة فقط جسدك يتأقلم بسرعة مع مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يصبح الصيام عادة محببة لا يستغنى عنها ببساطة ابدأ وجرب الصيام من 12 إلى 14 ساعة في البداية ثم زد المدة تدريجيا الهدف هو الاستمرارية ولا يلزم أن تصوم كل يوم المهم أن تمنح جسدك فرصة ليعمل على إصلاح نفسه بعيدا عن الانشغال بالوجبات والهضم المستمر وحتى إن لم تستطع الصيام الكامل فقط حاول تقليل الوجبات الخفيفة وتأجيل الأكل بين الوجبات فهذا لوحده كفيل بخفض مستويات السكر والإنسولين تحفيز إصلاح الخلايا بشكل طبيعي وإذا وصلت معي إلى هنا أنصحك بمشاهدة الفيديو أكثر من مرة ليس بالضرورة الآن ربما في وقت آخر أعتقد أنك تستحق مشاهدته عدة مرات والاستفادة من كل نقطة وكل فكرة تحدثت عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبعثنا المستمر تبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعوم الفائد والخير عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته